موسيقى احنا انا الرحيم اسمحولي النهاردة الحقيقة ان انا قدلي بتصريح حام جدا الحقيقة كان بيثير الرأي العام على مدار العشر ايام السابقة وهو موضوع ازمة انقطاع الطيار الكهربائي والحقيقة يمكن هذه الظاهرة او الازمة بدأت اعتبارا من يوم 17 يوليو مع الارتفاع الشديد جدا في درجات الحرارة اللي وجهته مصر واللي تبين ان هو العالم كله بيواجه ظاهرة غير مسبوقة واسمحولي يمكن حتكلم بصورة مجازة وعايز ابدأ ان منذ دقائق قليلة جدا السيد امين عامل امم المتحدة انطونيو جوتيرش ادل ببيان وبتصريح مهم جدا انا عايز بس حنقل لحضراتكم الكلمات اللي هو قالها قال ان شهر يوليو الحالي هو الاكثر سخونة على الاطلاق اننا دخلنا عصر الغليان العالمي وان تغير المناخ امر مرعب وما يحدث هو مجرد البداية التصريحات دي قالها السيد امين عام الامم المتحدة منذ دقائق وهي ببساطة شديدة بتلخص الازمة المفاجأة اللي كل دول العالم وجهتها في خلال العشر ايام الماضية العملية ببساطة شديدة عشان نبقى عارفين ان محطات الكهرباء اللي موجودة عندنا ويمكن انا هتكلم على مصر فقط في البداية ونشوف العالم كله بيحصل فيه ايه احنا ببساطة شديدة هناك تنصيق كامل ويومي ما بين وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية فيما يخص تشغيل محطات الكهرباء وانا وانا في كلامي حتكلم برد على كثير من النقاط اللي يعني انا كنت بتباحها بصورة يومية بيتثار في وسائل الاعلام في السوشيال ميديا بيتقال هل يطرى فيه تنصيق ما بين الوزارات وبعضها البعض في هذا الموضوع طب هو انتوا عاملين حسابكوا على هذا الكلام طب انتوا بتديروا الازمة ازاي الموضوع بتاع ان احنا نشغل محطات الكهرباء احنا بنشغل محطات الكهرباء بتاعت مصر من خلال منظومتين المنظومة الاولى وهي الاعتماد الرئيسي على الوقود الاحفوري وهو ده مزيج ما بين الغاز الطبيعي والمزوت اللي احنا بنستخدمهم علشان نشغل الجزء الاكبر من محطتنا الجزء الاخر طبعا الطاقة الجديدة والمتجددة اللي داخل فيها السد العالي وايضا المشروعات الطاقة الشمسية اللي احنا ادخلناها وبدأنا فيها كدولة مصرية ولكن حتى هذه اللحظة الاعتماد الاكبر بالتأكيد وبنسبة 85% على الوقود الاحفوري وهو الغاز الطبيعي والمزوت طيب احنا بنعمل ايه؟ بنبقى دايما حساباتنا ان بنبقى عارفين على مدار العام ما هو اقصى استهلاك مطلوب لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمزوت باعتبارهم هما دول المشغل الرئيسي تبقى للارقام اللي كانت بتبقى معروفة لنا وتقديراتنا احنا بنحتاج والارقام اللي كانت متحددة تبقى لكل السنين اللي فاتت بنحتاج في وقت الزروة او الوقت الاقصى لما ما تصل يعني نقدر واعلن والسيد وزير الكهرباء ان احنا ممكن بنصل الى 33 جيجا في يوم من الايام او 34 جيجا كانت الارقام اللي احنا كنا بنشتغل عليها كانت بتبقى في حدود 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزوت وارجو نبقى واخدين بالنا من هذا الرقم بنستهلك يوميا 129 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزوت مع بعض وبنان عليها بتتحط هذه الكميات وتخصص سواء في شبكة الغاز الطبيعي او من خلال المزوت اللي احنا بنحطه سواء فيه المستودعات الخاصة بوزاة البترول او فيه اماكن التخزين اللي تبع عليه محطات الكهرباء وده اللي احنا بنشتغل عليه وخلينا اؤكد لحضراتكم ان هذا الرقم وهو انا بتكلم هنا الغاز الطبيعي احنا كمصر احنا اللي بننتجه فبالتالي الجزء الخاص بالغاز الطبيعي ده موجود ومتاح طب المزوت مصر بتنتج كمية من المزوت وبتستورد كمية اخرى اضافية واحنا الحقيقة كان بناء على ارقامنا وقياستنا وتقديراتنا خدنا قرار في اطار ان احنا بنحوكم الاستيراد والعملة الصعبة اتخذ قرار من شهر ابريل الماضي باقاف استيراد اي شحنات مزوت اضافية والاعتماد على ما ننتجه محليا اللي هو في الظروف الطبيعية يكفينا وممكن نبقى محتاجين بعض او نسبة قليلة جدا ان احنا نستوردها لو في حالة طوارق او في حالة ظرف طارق لكن الوضع الطبيعي ان هذه الكمية تسمح لنا على مدار السنة ان احنا نشغل محطاتنا بالطاقات اللي احنا عايزينها وعايز ااكد لحضراتكم ان هذا الرقم اللي هو من 129 مليون متر مكعب في اليوم استهلاك شهر يوليو من عام 22 الشهر الماضي هو ده كان الرقم المتوسط اللي احنا ماشيين عليه باستثناء تلات ايام بالتحديد تلات ايام فقط في شهر يوليو الماضي هم السنة اللي فاتت اللي تجاوزوا هذا الرقم وكانوا ايام منفردة يعني مش حتى تلات ايام وراء بعضها لأ دي كانت ايام منفردة على مدار الشهر تجاوزنا هذا الاستهلاك واستوعبناه من خلال المخزون الاستراتيجي بتاعنا والاليات اللي بتعمل بيها كل من وزارة الكهرباء ووزارة البترول طب ايه اللي حصل فيه منذ يوم 17 يوليو الماضي ان مع ارتفاع شديد جدا لدرجة الحرارة عشان نقدر ان احنا يعني نشغل محطتنا باقصى طاقة ممكنة عشان تولد مع زيادة الاستهلاك الرهيب واللي احنا وصلنا لي انا عايز اقول لحضراتكم وصلنا الى اكتر من 35.5 جيجا او اقتربنا من 36 جيجا استهلاكات في يوم واحد اللي حصل ان احنا استخدمنا كل امكانيات الدولة من غاز طبيعي ومزود المتاح موجود عندنا سواء في المخازن بتاعة وزارة البترول ووزارة الكهرباء للتعامل مع الموضوع لكن نتيجة للاستمرار احنا بنتكلم ان الموضوع لم يحدث ليوم واحد الموضوع حصل لمدة النهاردة الغاية واحنا وقفين اكتر من 10 تيام احنا وصلنا حجم الاستهلاك الفعلي من الغاز الطبيعي والمزود المتوسط بتاع العشر تيام الماضية الى حوالي 144-146 مليون متر مكعب في اليوم انبارح لوحده كان 152 مليون متر مكعب ده ده مع تخفيف الاحمال وقطع الكهرباء اللي موجودة لو ما كانش نظريا يعني بقطع كنا حنبقى محتاجين ان احنا نستهلك ونحرق فوق المية وستين او 165 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي والمزود يوميا طب هل انا النهار ده كانت هذه الكميات اللي محدش كان في الحزبان يعرفها هل هي كانت متاحة لا ما كانتش متاحة انا بتكلم هنا احنا بنكلم على ازمة على مدار ما كانتش حصلت يوم او يومين احنا بقلنا هو دلوقتي 11 يوم ومستمرة فالطبيعي اللي حصل استخدمنا كل ما يمكن لدينا من المزود وكمان ابتدنا نزود استهلاكاتنا من الغاز عشان نعوض استهلاك الغاز لما بنبدأ نسحب من المحطات بتاعتنا ومن الشبكة بتاعت الغاز كميات اكبر بتبدأ تخف الضغوط في هذه الشبكة وده اللي احنا اعلناه في مجلس الوزراء السابق ان حصل تخفيف للضغوط وبالتالي احنا مضطرين ان احنا نقطع او نخفف الاحمال لغاية منتصف الاسبوع الحالي على اعتبار ان احنا نستعيد تاني مرة اخرى الضغوط ونقدر نشتغل على الامور الطبيعية ده كان باعتبار حاجة مهمة جدا ان احنا كنا بنأمل ان الموجة الحرة الشديدة دي تنكسر في خلال التلات اربعة ايام واللي كان بيتقال انها ممكن على انتهاء الاجازة اللي كانت الوطنية اللي كانت موجودة على يوم الحد حتنتهي لكن للأسف الوضع ما حصلش بهذا الشكل الموجة الحرة مستمرة والحقيقة مع استمرار الموجة الحرة يعني كان النهاردة كان على طول التحرك في خلال الايام السابقة ان احنا نطلب من كل الجهات المعنية بالارصاد الجوية ومعرفة درجات الحرارة انها تدينا رؤية لكمان شهر اغسطس كله عشان نبقى عارفين الوضع يبقى عامل ازاي وللأسف اتقال ان شهر اغسطس ايضا هتكون بنتكلم على درجات حرارة عالية غير مسبوقة بناء على هذا الكلام اتحركت مع السادة الوزراء وكل الجهات ان احنا كيف نتعامل مع هذه الازمة وهنا يمكن انا عايز اكد على حاجة للموضوع كمان مش مرتبط فقط بتوفير كميات الوقود لتشغيل المحطات التربونات اللي بتشغل المحطات الكهرباء معروف ان لما درجة الحرارة بتزيد عن درجة معينة بتبدأ تحتاج الى استهلاك كميات اكبر من الوقود علشان توصل لنفس كفاءة العمل يعني ايه يعني ببساطة شديدة لو في اليوم العادي في درجة الحرارة العادية هي بتستهلك كمية محددة من الغاز الطبيعي والمزوت لكن مع درجات الحرارة العالية محتاجة كميات اكبر عشان تشتغل بنفس الكفاءة فمعنى كده ان انا محتاج كميات اكبر لتوفير عشان بس اخليها تشتغل بنفس مستوى الكفاءة اللي هي شغالة عليها كل ده النهاردة كان بيبرر احنا ليه النهاردة وجهنا هذا الموضوع الموضوع لا هو نقص في الغاز الطبيعي بتاعنا ولا الكلام اللي تقال حقل الظهر حصل فيه مشكلة واصل هو بقى بينضب وكميات الغاز اللي بتطلع منه قلت اصل الدولة المصرية يعني انا انا اسف هقولها بكلمة عامة بتستخسر في مواطنيها الغاز عشان هي بتصدره او ان مشروعات الكهرباء العملاقة اللي اتعملت على مدار السنين اللي فاتت مش قادرة انها او هيبين انها في عدم كفاءة لها كل الكلام ده غير صحيح احنا الغاز الطبيعي بنفس الكميات عشان برضو يبقى المواطن مصري عارف في شهر في اشهر الصيف احنا بنوقف تصدير الغاز لان بيحصل ان احنا بنزيد حجم استهلاكنا وبالتالي احنا اللي بيحصل ان احنا بنوقف تصدير الغاز بالكامل في فترة الصيف دايما دي خطة الدولة احنا بنصدر دايما في وقت الشتاء والربيع والخريف لما بتبقى ظروف الجو اهدى واستهلاكنا اهدى فبنقدر ان احنا نصدر الفائد من عندنا مشروعات الكهرباء اللي اتعاملت وانا بقولها كنحية علمية بحت لو لا مشروعات الكهرباء واللي اتعامل في مشروعات الكهرباء كان اللي حيواجه مصر والمواطن المصري النهاردة هو العكس اذا كنا زعلنين ان الكهرباء بتقطع تلت ساعات كان اللي حيحصل ان الكهرباء كانت حيبقى المتوافر من الكهرباء تلت ساعات فقط وبقيت اليوم الكهرباء مش متاحة فالمشروعات الكبيرة للدولة عملتها هي اللي مكنتنا النهاردة الحمد لله نبقى واقفين على الارض الصلبة اللي احنا موجودين فيها فالموضوع كله هو مرتبط بدرجة حرارة وبحجم حرارة وبارتفاع حرارة غير مسبوق النهاردة طب احنا كدولة حنعمل ايه؟ لان المواطن حيسأل طب انتوا ناويين تعملوا ايه؟ لا سبيل قدامنا غير ان احنا نتحرك كلنا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية كل ما حنخفف كلنا مع بعض كل ما حنقدر ان احنا نقلل من فترات انقطاع الكهرباء عشان كده احنا كدولة من ناحيتنا قررنا مجموعة اجراءات ان احنا ناخدها في خلال الايام القليلة القادمة علشان نتحرك في هذا الموضوع اولا تم التوافق ان احنا حنستورد شحنات اضافية من المزود للأيام الجاية وانا بتكلم عشان نبقى عارفين حجم اللي حنستورده فقط اعتبارا من النهاردة لنهاية شهر اغسطس احنا بنتكلم على ما بين 250 ل300 مليون دولار امريكي اضافية حنتطر ان احنا نستوردها بشحنات اضافية علشان نعمل توازن في الشبكة بتاعتنا الارقام دي ما كانتش متاحة في الموازنة بتاعتنا ولا مقدرة وبالتالي احنا بنتكلم على عب اضافي حنقدر النهاردة كدولة في ظل الظروف اللي كل المصريين عارفينها ان احنا نشوف ازاي نقدر نتعامل مع هذا الموضوع من خلال التعاون والتنسيق مع البنك المركزي حنحصل نوع من الترشيد في المصاريف بتاعتنا مع بعض القطاعات الاخرى عشان شهر اغسطس ده نتعامل معاه فدي اول حاجة ان احنا حنوفر شحنات اضافية من المزوت علشان نقدر ان احنا نزيد من التعامل مع الاستهلاكات الضخمة والهائلة اللي موجودة النقطة الاخرى ان احنا النهاردة حيبقى فيه وحصل توجيه لكل الجهات بمزيد من الترشيد في الانارة العامة لكل الاماكن العامة للدولة المصرية النهاردة مسؤولة عنها سواء الشوارع المباني الحكومية المباني الخدمية حيبقى فيه خطة تم التوافق عليها النهاردة لمزيد من الترشيد في استهلاكات الكهرباء للانارة العامة وكل الحاجات الاخرى النقطة التانية ودي واضحة تماما بالنسبة لنا ان في ايام اجازة الاسبوعية بينخفض الاستهلاك نتيجة طبعا لان المباني الحكومية والمباني القطاع الخاص الحقيقة ما بتعملش وبتبقى مقفولة فبيبقى الضغط على الانارة والتكييف اقل فتم التوافق ان اعتبارا من يوم الاحد 6-8 اللي هو اول يوم احد في شهر اغسطس حيبقى التوجيه ان يوم الاحد من كل اسبوع يتم الموظفين في المصالح الحكومية والمباني الخدمية اللي هي مش مرتبطة بعمل التعامل المباشر مع المواطن وايضا بشجع فيها الشركات الخاصة الخدمية اللي بتبقى شركات بيبقى كل عملها مكتبي ان يبقى العمل من المنزل بنظام الانلاين عشان نخفف الضغط على شبكة الكهرباء والاحمال ومنشغلش المباني في يوم زيادة من ايام الاسبوع يبقى حيبقى عندنا يوم الحد من كل اسبوع على مدار شهر اغسطس حيبقى العمل فيما يخص المصالح الحكومية والكل المصالح الخدمية اللي طبعا ده تبقى وفقا لما يرى كل وزير وكل مسؤول معني لان هناك بعض المصالح والمباني ما ينفعش ان احنا نشتغل فيها بنظام اونلاين في هذا اليوم ولكن الموضوع ترك لتقدير كل الوزراء المعنيين ولكن المبدأ ان الدولة كلها حيبقى يوم الاحد بتشتغل من المنزل او بنظام الانلاين علشان نخفف ونساعد في التخفيف والترشيد من الاحمال الكبيرة اللي موجودة ونفس الكلام انا بقوله للقطاع الخاص الشركات اللي هتبقى موجودة النهاردة وبتشتغل بنظام المكاتب والشغل الخدمي اللي ما يحتاجش فيه نوع من الانتاج انا مش بتكلم هنا على مصانع خالص انا بتكلم على الشركات اللي بتقدم خدمات اللي تسمح ظروف عملها ان الموظفين يشتغلوا من بيوتهم يبقى انا بشجحهم ان هم يعملوا نفس هذا الموضوع علشان نقدر ان احنا كلنا نتجاوز هذه الازمة اللي موجودة الحقيقة ايضا تم التوافق طبعا يعني فيما يخص المنشآت الرياضية والاستادات يعني تم التوجيه للسيد وزير الشباب والرياضة ان المباريات تتلعب في الوقت القبل المغرب علشان برضو ما نستهلكش موضوع انارة الاستادات وكلام ده يبقى حجم كبير يبقى المباراة تخلص قبل المغرب مباشرة علشان ان احنا نقدر نقلل من استهلاكات الكهرباء في المنشآت الرياضية وده التوجيه لكل المنشآت الرياضية بقدر الامكان الاستادات والصلاة المغلقة يبقى تقليل الاعتماد على الشبكات الكهرباء فيه خلال هذه الفترة ان شاء الله علشان نقلل بصورة كبيرة جدا هذا الموضوع الموضوع اللي احنا اكدنا عليه ان كل اجهزة التكييف تبقى شغال شغال على درجة 25 درجة ما يبقاش اقل من كده علشان يبقى هو ده برضو وانا بستهلك الكهرباء ابقى بستهلك باقل كمية ممكنة تم التوجيه فعلا لامانة مجلس الوزراء ان فيه لجنة مركزية لجنة ازمة هتبقى بتجتمع يوميا بتضم كل الجهات عشان تتابع تطبيق اللي احنا اتفقنا عليه ده كله على مدار اليوم وعلى مدار الساعة الشيء الاخر وهو المؤهم ان تم التوافق على الاتي ان مع كل هذه الاجراءات اللي احنا قلناها من استراد مزيد من المزوت من ان يبقى فيه يوم في الاسبوع حيبقى العمل فيه اونلاين مع كل الاجراءات دي ما زلنا حيبقى عندنا احتياج لتخفيف احمال طول ما درجة الحرارة بتتجاوز الخمسة وتلاتين درجة يعني انا بأكد على هذا الموضوع ان المشكلة الحقيقية هو الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها بنقول عليها درجة تمانية وتلاتين في الضل بينما هي فعليا في الشمس بتبقى تلاتة واربعين واربعة واربعين موجودة وبتبقى بهذه الدرجات الحرارة طول ما الدرجات بهذا الحجم او هذه الدرجة العالية هيبقى دائما عندي مهما كان قدرات توفير الطاقات من الغاز الطبيعي والمزوت هيبقى مضطرين ان احنا ندخل في اجراءات تخفيف الاحمال فعشان كده المتوقع تبقى لدرجات الحرارة مع كل الاجراءات دي انه هيبقى تخفيف الاحمال ما بين الساعة الى الاثنين على الاكثر في يوميا احنا بندعو الله طبعا ان درجة الحرارة تقل كل ما درجة الحرارة حتقل كل ما معناها ان التخفيف حيقل على طول يعني الموضوع عشان تبقى الامور واضحة بينا طيب المواطن دايما كان بيقول طب على الاقل عرفونا امتى الكهرباء حتطقتها عشان نبقى عاملين حسابنا فعشان كده يمكن انا طلبت من السيد الدكتور محمد شيكر وزير الكهرباء ان المجموعة كل الخلية العمل اللي عنده بتحدد النهاردة التوقيتات على مستوى الجمهورية كلها اللي حنقطع فيها او حيحصل فيها تخفيف الاحمال عشان يبقى كل مواطن ساكن في حي او مدينة او محافظة عارف بالزبط الفترة الزمنية اللي حتطقتها عنه الكهرباء وحيعلن هذا الموضوع بحد اقصى يوم الاثنين القادم ان شاء الله احنا ان شاء الله حنحاول ان احنا نعلنها قابليها ولكن عشان دي بتبقى ليها اجراءات لوجستية حنتطر ان احنا لازم نطمن عشان نضمن بعد كده لما بنعلن عن حاجة يبقى فيه درجة التزام بهذا الموضوع فحنعلن اعتبارا من يوم الاثنين بحد اقصى يبقى معروف على مستوى الجمهورية ساعات انقطاع الطيار الكهربائي في حي حي او مدينة او محافظة حيبقى معروف لكل الناس امتى الكهرباء بتقطع اللي عايز ااكد عليه ويمكن ده برضو اثير احنا كدولة بننظر لمنظومة الاقتصاد كله فبالتالي احنا بنتكلم الانقطاع اللي حيحصل حيحصل فقط على الاحياء السكنية او المباني السكنية لكن اللي مش هنقدر نقطع على مستشفيات ولا منشآت استراتيجية وايضا يمكن ده اثير هو احنا ليه ما بنقطعش على الاماكن الساحلية او السياحية لان خلينا نتكلم بمتالق امانة كمصريين المناطق الساحلية هي مصدر دخل قومي للدولة في سياحة خارجية جاية في ناس بتدفع بالعملة الصعبة ده مصدر دخل رئيسي للدولة المصرية لو النهاردة قطعنا على المناطق الساحلية السيح مش هيجي فاحنا بنحاول بقدر الامكان المنشآت الاستراتيجية طبعا دي حاجة يعني خارج النقاش المنشآت الخدمية الحاجات السياحية اللي بتجيب مصدر دخل احنا مش هنقطع عنها الطيار الكهربائي انا حابب بس ان انا اختتم الكلمة بان احنا بنوضح هذا الموضوع وبأكد الموضوع مش مقاصر على مصر ارجو كلنا نتابع ايه اللي بيحصل على مستوى العالم وكل دولة بيحصل فيها النهاردة مشكلة كبيرة جدا 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 بسبب هذه الموجة الحارة التي لم تشهدها البشرية ارجو من حضراتكم ان احنا نتابع اليونان يعني موجة حرائق هائلة والدولة اعلنت حالة الحرب يعني وعبقت الدولة لحالة حرب حرائق هائلة في كل مكان يعني والدولة بتحاول النهاردة انها تتعامل معها ايطاليا منذ ساعات قليلة اعلنت حالة الطوارئ الجزائر هناك يعني حرائق كبيرة جدا موجودة انقطاعات الكهرباء موجودة بدون استثناء في اغلب دول اوروبا وكل دول يعني انا يعني بقولها الهند وشارقة اسيا اللي ارتفعت فيها درجات الحرارة بصورة قياسية هناك مشكلة الولايات المتحدة الامريكية في انقطاعات للطيار الكهربائي فاحنا بنتكلم على ظروف غير طبيعية العالم كله بيواجهها وبتختلف طبعا درجة المشكلة من دولة الى اخرى احنا دول بتواجه بظاهرة زي الحرائق وده ربنا يبعدها عننا وبتبقى لها كوارث هائلة واحنا نتيجة لتظروف اللي عندنا بنتعامل مع تخفيف احمال وبنعمل شغلنا بهذا الموضوع فاللي انا بأكد عليه احنا كدولة هنشتغل بهذه الاجراءات اللي انا اعلنت عنها في شهر اغسطس يعني وان شاء الله يعني بنأمل مع شهر سبتمبر مع انخفاض درجات الحرارة تبدأ الازمة ان شاء الله تنحسر لو لقدر الله استمرت الامور في اسبوع ولا اتنين من سبتمبر حنستمر في نفس الموضوع وحنعلن حضراتكم تباعا بهذا الموضوع انا بشكر حضراتكم وحبيت النهاردة ان احنا كلنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل الدولة المصرية بتعمل ايه علشان تتعامل مع هذه الازمة الاستثنائية اللي بأكد مرة اخرى لا هي مرتبطة بكفاءة غاز طبيعي وشبكات وانتاج غاز طبيعي ولا كفاءة شبكات كهرباء ولا المشروعات اللي الدولة عملتها بل على العكس تماما لو لا هذه المشروعات كان الوضع حيبقى اسوأ من ذلك اللي احنا فيه النهاردة اضعاف مضعف بشكر حضراتكم جميعا وتمنى من الله ان شاء الله ان الموجة الحرارة الغير مسبوقة دي تخف في خلال الفترة القادمة علشان ان شاء الله الازمة دي تنحسر باذن الله شكرا اشتركوا في القناة